السلام عليكم إن شاء الله هنحل النهاردة مع بعض أسئلة على الدرس الأول من الفصل الأول وأول حاجة هنبدأ بها هي الأسئلة اللي جيت في الامتحانات اللي فاتت عشان نشوف شكل السؤال وشكل الإجابة بتجيلك إزاي؟ أول سؤال معنا جي في امتحانة دور التانية عشرين تلاتة وعشرين بيقولك اتخذ السلطان العثماني بمجرد دخوله مصر بعض الإجراءات منها إيه؟ هل تكليف موظف الدولة بجامعة ضرائب من الفلاحين؟ ولا القضاء التام على عناصر النظام البايد اللي هم المماليك؟ لا؟ طيب الإبقاء على الإدارة المحلية بكاملها تقريبا هي دي الإجابة ليه بقى؟ لأن السلطان العثماني لما دخل مصر سنة 1517 عمل نظام جديد لحكم مصر والنظام دوت كان قائم على توزيع السلطات بين ثلاث هيئات الوالي والديوان والبكوات المماليك اللي كانوا بيحكموا إيه؟ الأقاليم اللي هي إدارة الأقاليم أو إدارة المحافظات في إيد مين؟ في إيد المماليك فبالتالي أبقى السلطان على الإدارة المحلية بكاملها تقريبا وخلى المماليك زي ما هم بيحكموا الأقاليم أو بيحكموا الإدارة المحلية المصرية طيب السؤال الثاني وده برضو جيف امتحان الدول الثاني عشرين تلاتة وعشرين بيقولك السبب وراء تأزم الوضع السياسي الأوروبي في العقد التاسع من القرن السامن عشر الميلادي أول حاجة عشان تحل السؤال ده هو تلازم تحول القرن والعقد إلى فترة زمنية علشان تعرف تحدد وبيسألك في أي فترة هنا بيقولك القرن السامن عشر تمانتاشر نقص واحد سبعتاشر أدي سبعتاشر وأدي سبعتاشر طيب بيقولك في العقد التاسع تسع نقص واحد تمانية أدي تمانية وأدي تمانية طيب الخانة الرابعة هنحط فيها إيه؟ هنحط فيها من صفر لتسع ليه؟ لأن العقد عبارة عن عشر سنين من صفر لتسع عشر سنين هنا بقى بيقولك إن حصل صراع في أوروبا في الفترة ديت ليه؟ بسبب قيام الصورة الفرنسية سنة 1789. طيب هيجيب لك هنا الصورة الفرنسية لا. ولكن هيجيب لك حاجة بتدل على الصورة الفرنسية. طيب تعال نشوف اول اجابة. هلص في اوروبا ماناش دعوة احنا خالص. يعني الشرق مالهوش دعوة. طيب الخوف من تصدير الصورة الفرنسية للشرق. قلنا الشرق مالهوش دعوة. طيب التحولات السياسية والاجتماعية في فرنسا هي دي الاجابة. اللي هي ايه? اللي هي الصورة الفرنسية. الصورة الفرنسية لما قامت عملوا ايه غيروا النظام السياسي اللي هو النظام الملكي وعملوا نظام جمهوري وبدأهم يغيروا من النظام الاقتصاد اللي هو الاقطاع وقلت لك لما بيحصل تغيير في الاقتصاد لازم يتبعوا تغيير في احوال المجتمع في احوال الناس فلما قامت السرار الفرنسية حصل تحول سياسي واجتماعي في فرنسا واللي حصل بعد كده ان الدول الاوروبية